السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناتكم رافيقتي فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة الفريطق بحثة قضائية تحت إشراف نياب العامة المختصة مساء أمس الأحد 25 أبريل الجري وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخالفيات تنطي محاولة جماعية للهجرة والمشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من أحد شواطئ المدينة وقد مكنت تدخلات الميدانية التي باشرتها عناصر القوة العمومية المكلفة بحراسة الشواطئ وكذا عملية تمشيط بالغابات المجاورة من توقيف 14 عمر الشحل للهجرة المشروعة من بينهم خمسة قاصرين وذلك عندما كانوا يحاولون مغادرة واحد الفريدق سباحة في اتجاه مدينة سبتا جزاكم الله وخيرا على المشاهدة لا تنسوا الضغط على الإجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته